أعلن نادي برشلونة الإسباني رحيل لاعب جديد عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وأشار النادي الكتالوني في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر إلى إنهاء التعاقد مع اللاعب الشاب يوسف دامير وأوضحها البيان تفق نادي برشلونة ورابيت فين على إنهاء استعارة يوسف دامير وسيعود اللاعب مجددا إلى صفوف الفريق النمساوي واندم يوسف دامير 18 عاما إلى صفوف البارسا مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة بنية الشراء ولعب مع الفريق تسع مباريات بواقع ستة في الدور إلى الإسباني وتلاتة في الدور أبطال أوروبا ولكنه لم يسجل أو يسنع أي هدف ويعد دامير تالي تلاعب يرحل عن البارسا خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد إعارة فيليب كوتينو إلى أسطن فيلا الإنجليزي وأليكس ولادو إلى غرناطا وخسر بارسلونا أمس لقاء الكلاسيكو أمام ريال مادريد بنتيجة 3 لإثنين في نصف نهاية كأس السوبر وخطف ريال مادريد الفوز على ملعب الملك فهد الدولي خلال الشوطين الإضافيين بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل لجابي إثنان لإثنان ترجمة نانسي قنقر